نزال يضربوا آل السعود وليس السعودية فقط اعتقال أمراء من جديد بدعوة انقلاب على ولي العهد منهم الأمير أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف دعني أستمع وإياك لهذا الإخبار كان ذاك السفير له علاقة بمحمد بن نايف فأقاموا حتى لا تخرج سلة الأسرار التي أشتري بها ذمة القادة الأمريكان يقينا إلى محمد بن نايف قصروا جناحاته راح يصير زلزال لا تخافين قريب اقترب موت العجوز وقتل الغلام واقترب الزلزال عند آل سعود بمعنى كبير جدا عن قريب جدا ننتظر زلزال آل سعود وأنا أنتظر الزلزال في السعودية يقترب يوما بعد يوم أسرع من نيزك عند هبوطه إلى الأرض وهذا زلزال طلو الآخر مؤامرات وانقلابات متتالية إلى أين حكم آل سعود دكتور؟ إلى ما يبقى منهم شيء يعني من هذا شهر السابع الجاي إلى شهر السابع وأنا قلت الزلزال قبل شهر السابع ربما يصير زلزال بسيط قلت قبل شهر الرابع قلت هو الشهر السابع بس قبل شهر الرابع نحن كنا ننتظر بشهر الثالث والناس ينتظرون الزلزال بشهر الثالث وأنا دقيق وكلامي واضح ويطلعون بالمقاطع مقاطع موجودة على النت ويطلعون هذا الأمر مقترن بالظهور العظيم بظهور الإمام الحجة بن الحسن يستولي الوهابية على مكة ويحينون عارو كاما ولكن سيقطع أشلا وهو ومن معه محمد بن سلمان هاي صار ثالث مرة ينجو لأن بلاك وترويا هالمرة لن ينجو له ولا أبوه أبدا عن علم تحلمت يعني لا ترهم لتميمة أو لا يرهم لشكل ولا يرهم لتارة ولا يرهم لبرج مشيد لأن أمر الإمام وقع وانتهى يقول معلمي خلاص أصبح نقاب قوسين أوادنا من الزلزال وأنا قلت إن العاصفة إذا أتت مقرون بيمن وراء خلفها شيء مدمر ومميت من الموت المرعب أجي عطل وليس ببيان هذه المرة بل بمشاهد تضمي القلوب وبيت الله خالم من الحجيج وهذا ما أخبرتنا به منذ فترة من الزمن دكتور دعنا نستمع إلى ما أخبرتنا به هذا معلمي أحيانا يوبخني توبيخ قلت له فلان قل لي مقبولة قل لي مقبولة قل لي مقبولة غصبا على خشمك وخشم الجابوك فقلت له خلاص مقبولة أما بالحج أنا أقولكم ما أكو حج ربما لا يحج الناس بعامهم القادم يقول من حينما خرج الحسين لحد الآن انتهى الحج اشتركوا في القناة